السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم نحكي اليوم على جملة من المواقف والرسائل المواجهة لرئيس الجمهورية قيسي سعيد بخصوص الاستفتاء ومشروع الدستور الجديد نلقاه رئيس حزب أفق تونس فاضل عبدالكيفي عمل كونفيرانس دي بريس ديوم في تونس وقال إنه مشاكل تونس أعمق بارشا ملي من إنه النجم ونوصله مثلا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عبدالكيفي حكي على بارشا نقاط تعرفوا اللي هو متضلع في الجانب الاقتصادي وليكن زد حكي على جملة من النقاط اللي تخص الاستفتاء وغيرها دونك أول حاجة انت قد عمل الوليت في المناطق وقال اللي الخدمة انتحهم اش معنها يمنعوا بعض التجمعات اش معنها قادين يلسقوا في الملسقات الخاصة بحملة نعم ويقول هي مهامهم تكمن في توفير كل الظروف المرائمة لكل الأطراف بيش تقوم بالحملة الانتخابية بصفة متويزنة وينتقد فضل عبدالكيفي سلوك هكا قال ينتقد سلوك رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة وقلي جاي عيد على توينسا في عيد في عيد الاضحة وكالكلمة بتاع المعايدة وليقول اللي دعا فيها المواطنين الى التصويت بنعم على الاستفتاء ويعتبر انه الرئيس في حملة وطالب عبدالكيفي باجراء مناظرة مع من قال لا قال له ايجا اعمل مناظرة وايجا شارك معايا في المناظرة بتاع الاستفتاء هوين اقول لي ويجا انتي قول نعم وشارك معايا خلينا نشوفو شكوني للنجم يقنع على حد تعبيره به سيف الدين مخلوف يقول في تدوينة ليها معناها ليس احرار الشعب التونسي من يخشون صندوق الانتخابات الكلم اللي بيش نقوله كل هو حرفيا وبين ظفرين كلم سيف الدين مخلوف يقول من يخشى صندوق الانتخابات هو من حل البرلمان خارج القانون ولم يدعو الانتخابات في الاجل الدستوري من يخشى الانتخابات هو من عطل نشر قانون المحكمة الدستورية اللي صادقت عليه اغلبية تنهز ثلثي البرلمان يقول من يخشى الانتخابات هو من حل هيئة الانتخابات خارج القانون ونصب مكانها قلابس يأتمرون بأمره من يخشى صندوق الانتخابات هو من حل المجلس الأعلى للقضاء وليست له أي حق ولا صلاحية في ذلك ثم نصب مكانهم من لا صفة لهم ولا أهلية ولا شرعية لتسير مرفق القضاء يقول من يخشى صندوق الانتخابات هو من رفض تأسيس حزب ودخول المنافسة الديمقراطية بنفس الحظوظ مع الجميع وعوض كل ذلك بفرض أفكاره القروسطية باستعمال القوى العامة يقول من يخشى صندوق الانتخابات هو من فرض على أجهزة الدولة فبركت ملفات قضائية لشرفاء البلاد وسجن خيارهم بغير جرم اقترفه يقول من يخشى صندوق الانتخابات هو من لا يخشى الله في محارم الناس فانتهك بيوت معارضه باطلا وفرق بين المرء وزوجه وأطفاله ومنع عنهم العمل والتنقل والظهور في وسائل الأعلام العمومية وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية يقول من يخشى صندوق الانتخابات هو من حين سيضطر لإجرائها وطبعا يقول جملة من النقاط الأخرى يقول أنه يعني فمشكون من حقه في الترشح ومن حقه في انتخاب أحرار مثلهم ويعني لازم يغير قانون الانتخابات بش يحرم الأحرار من حقهم في الترشح ومن حقهم في انتخاب أحرار كيفهم يقول من يخشى صندوق الانتخابات سيفعل كل شيء ليفرض نظاما قائما على تدليس كل شيء على حد تعبيره يقول سيستعمل في ذلك القوة العامة اللي هي ملك لكل التوينسة ويصرف عليها كل التوينسة يقول أنه من يخشى صندوق الانتخابات سيشقى في نعيم الاستبداد أياما قليلة وسيجد فيها من رخاص من يتذلل له ومن يمدح ومن يلعق حذائه سيستمتع فيها قليلا قبل أن يتحرك ضده من لا يخشون صندوق الانتخابات ويكنسونه كما كنسوا منهم أشد منه قوة وبطشا وأثارا ثم يعرضون أنفسهم على الشعب ليختار بكل حرية من يحكمه في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية أيضا نلقى رفيق عبد السلام يقول عجائب دستور قيس سعيد وغرائبه لا تنقذي ولا حد ولا حصرة لها ولكن أكتفي هنا بلفت الانتباه لقضيتين رئيسيتين أولها سبق لقيس سعيد أنشنا حملة شعواء على حصانة أعضاء مجلس النواب واتهمهم بالاختفاء وراء الحصانة وهذا العكيز اتكأ عليه لحل مجلس نواب الشعب ونشر الدبابات في بوابته والسؤال هنا إذا كانت الحصانة منكرة فلماذا تركها مطلقة لخاصة نفسه إذ لا يجوز مساءلته أو لومه أو عزله أثناء توليه مهامه السلطانية وحتى بعدها وفق دستوره الجديد ثم لماذا أرجع لأعضاء البرلمان في النسخة الثانية من دستوره هل يعني هذا أحرم عليكم أحلل علينا ثانيهما إذا كانت الدولة كيانا معنويا لا دينة أو عقيدة لها على ما يقول قيس سعيد فلماذا يجعلها المؤتمن وحدها على تطبيق مقصد الدين دون غيرها وهي لا تدخل النار ولا تقف على الصراط ولا تصوم ولا تصلي كما يقول لماذا لم يجعل هذه الوكالة عند الأمة التي تحدث عنها الجواب بكل بساطة لأن قيس معني بالسيطرة على شؤون الدين والدنيا ولا يترك شاردة ولا واردة خارج قبضتي الحديدية وقد خشي أن حذف الفصل الأول من الدستور سيدي إلى استقلالية المجال الديني عن سيطرته إلى غير ذلك ويقول يبقى نقاش مجرد قوص صغير في مشهد كبير هو أن دستور قيس سعيد مرفوض في جملة وتفصيله يجي هذا في الوقت لرئيس الجمهورية دعا الناخبين التونسيين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء اللي بشي تعمل نهار 25 جوليا على مشروع الدستور اللي خرج نهار 30 وصارت عليه بعض التعديلات فما نقاط إيجابية كثيرة يقولوها اليوم حتى اللي رفضين لهذا المشروع يعني ولكن لا ينكرون أنه فما نقاط إيجابية في هذا الدستور خاصة بعد التعديلات مثلا باب الحقوق والحريات فما يعني نسبة كبيرة من الرضا على باب الحقوق والحريات بخصوص مشروع الدستور وخاصة بعد التعديلات يقولك المسار هذي الكله متاع 25 جوليا جاي بعد 10 سنين من معاناة التوينسة ومن حكم النهضة بعد الثورة وهذا كن لازم يصير لإنقاذ البلاد الكثير من المساندين لرئيس الجمهورية كما زهير المغزيبي مثلا يقولك هذك هو الصحيح وهذك هو النسطنو فيه كن لازم يصير هكا وتوينس عنيه وتوينس كنو ملقاوش الأكسجين وكورونا ملقاوش تلقيح إلى غير ذلك وصار فيهم فاليوم يحبوا يغيره وذك هو في نظام برلماني يعني الصلاحية الكبيرة في البرلمان في نظام برلماني معدل تتقسم بناتهم ما ساعدنيش نظام هذة خلينا نشوفه نظام رئيسي ونرجعه له وخلي واحد بركة في السلطة وتو الشعب يحاسب وخليه يشوف وتو الشعب هو اللي يحاسب